السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ان شاء الله ولا تنسوا كذلك الضغط على الجرس وتفعيله لتستمتعوا بكل فيديوهاتنا يقال ان شابا ذهب للدراسة في احد البلاد الشيوعية وبقي فترة من الزمن هناك ثم رجع الى بلاده واستقبله اهله احسن استقبال ولما جاء موعد الصلاة رفض الذهاب الى المسجد وقال لا اصلي حتى تحضر لي اكبر شيخ يستطيع الاجابة على اسئلة الثلاثة احضر الاهل احد العلماء فسأل الشيخ الشاب ما هي اسئلتك قال الشاب وهل تظن باستطاعتك الاجابة عليها فقد عجز عنها اناس كثيرون قبلك قال الشيخ هاتي ما عندك ونحاول بعون الله قال الشاب اسئلة الثلاثة هي اولا هل الله موجود فعلا واذا كان كذلك ارني شكله ثانيا ما هو القضاء والقدر ثالثا اذا كان الشيطان مخلوقا من نار فلماذا يلقى فيها وهي لن تؤثر فيه وما ان انتهى الشاب من هذا الكلام حتى قام الشيخ وصفعه صفعة قوية على وجهه جعلته يترنح من الالم غضب الشاب وقال لماذا صفعتني هل عجزت عن الاجابة قال الشيخ كلا وانما صفعتي لك هي الاجابة قال الشاب لم افهم قال الشيخ ماذا شعرت بعد الصفعة قال الشاب شعرت بألم قوي قال الشيخ هل تعتقد ان هذا الالم موجود الشاب بالطبع وما زلت اعاني منها قال الشيخ ارني شكله قال الشاب لا استطيع قال الشيخ فهذا جوابي على سؤالك الاول كلنا يشعر بوجود الله باثاره وعلاماته ولكن لا نستطيع رؤيته في هذه الدنيا ثم اردف الشيخ قائلا هل حلمت ليلة البارحة ان احدا سوف يصفعك على وجهك قال الشاب لا قال الشيخ او هل اخبرك احد بانني سوف اصفعك او كان عندك علم مسبق بها قال الشاب لا قال الشيخ فهذا هو القضاء والقدر لا تعلم بالشيء قبل وقوعه ثم اردف الشيخ قائلا يدي التي صفعتك بها مما خلقت قال الشاب من طين قال الشيخ وماذا عن وجهك قال الشاب من طين ايضا قال الشيخ ماذا تشعر بعد ان صفعتك قال الشاب اشعر بالألم قال الشيخ تماما فبالرغم من ان الشيطان مخلوق من نار لكن الله جعل النار مكانا اليما للشيطان بعدها اقتنع الشاب وذهب للصلاة مع الشيخ وحسن اسلامه بعدما ازيلت الشبهات من عقله وفي النهاية لا يسعني اخواني سوى ان اقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك شكرا لحضراتكم على مشاهدة الفيديو وارجو ان لا تنسوا الاعجاب به والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة